القوات المسلحة التركية تعلن تمسكها بالحياد وعدم التدخل في الجدل السياسي القائم بسبب الاتهامة بالفساد التي طالت أعلى دوائر السلطة وأدت لاستقالة ثلاثة وزراء ومطالبة المعارضة برحيل حكومة طيب رجب اردوغان بالتزامن مع توضح الجيش موقفه من هذه الأزمة السياسية التي تعصف بالحزب الحاكم ألغى القضاء التركي قرارا حكوميا صدر قبل أسبوع يجبر المحققين على إطلاع رؤسائهم في العمل بما توصل إليه قبل مباشرة المدهمات والتوقفات وقد اتخذ هذا القرار الحكومي بعد كشف جهاز الشرطة قضية فساد قالت إن أبناء عدد من الوزراء ومسؤولنا كبار متورطون فيها دعوني أكون واضحا إن الشعب التركي إذا طلب مننا رحيل فسندهب دون تردد لأن احترامنا كله موجه إلى سلطة الشعب لكنه إذا طلب بقاءنا فإننا لن نصي إلى من يقول لنا اذهب إردوغان توعد كل من تثبت عليه تهمة الفساد بالمحاسبة والعقاب مساء الخميس خرج مئات المواطنين للتضاهر في شوارع إسطنبول داعين الحكومة ورئيسها إلى الاستيقال على خلفية قضايا الفساد التي تحولت إلى أكبر عصفة يمر بها الحزب الحاكم حزب العدلة والتنمية